لعبة غوست ريكون ترجع لنا بعنوان جديد لها وسلوب جديد يركز أكثر على التعاون بين أفراد الفريق واسمها غوست ريكون بريك بوينت قصت اللعبة بكل بساطة أنا في مجموعة كبيرة من أفراد فريقك الغوستز أو الأشباح خانوا الدولة وشكلوا فريق جديد ضدكم اسمها الولفز أو الذئاب وانتم عليكم لكم تصدون لهم جرابت لعبة غوست ريكون بريك بوينت في E3 ووقت التجريب كنت قاعدة ألعاب مع ناس ثلاثة ثانين وكان معنا مطور لعبة يتكلم ويشرح لنا أشياء كثيرة في اللعبة عشان كذا ما قدرت أني أسجل صوتي وأنا ألعب وعشان كذا سنشوفون أني قاعد أسجل صوتي بعد ما خلص لعبة على مهم خالنا نبدأ في بداية راح تقدر تختار واحد من أربع شخصيات مختلفة طبعا هذه الشخصية فقط على الشكل ما لا تدخل بأي شيء ثاني فقط شكل يعجبك خذها وبعندما تقدر تلبسه ملابس ويختلف عن الشخصيات الثانين إذا مثلا واحد تختار في شخصيتك لكن تكون ملابس صغيرة وأيضا أهم حاجة في اللعبة لكلاسات وتقدر تختار شخصية واحدة وتلعب فيها كل الكلاسات اللي تبغاها زي ما راح تكلم قدام في الفيديو بعد ما تختار شخصيتك تروح للكامب أو بيعرف باسم بيفو أتوقع أني قلت اسمه صحي هذا أهم عنصر جديد ضافه في اللعبة وفيه لما توصلت يعني هو عبارة عن مخيم تنصبه مع أخويك ولما تنصبه راح يجيك ثلاث خيارات الخيار الأول تقدر عن طريقة أنك مثلا تشيك سلاحك وهذا بيرفع دقة تصويب مؤقتا أو مثلا تاكل اندومي وهذا بيرفع قوة تحمل الجروح أو تتمغط وهذا يقوي حاجة ثانية طبعا هذه الأشياء كلها تكون تقوية مؤقتة أو بفس في اللعبة وبعدها فيه خيار تاكتكس أو التخطيطات هذا الخيار هو اللي بيخليك تغير الكلاس حقك في أي وقت تبغى أنا اخترت الشارب شوتر لأنه يحب أكون قناص في الألعاب البقية يختاره بين بانثر يعني الشخص اللي يستخدم التسلل والتقفي عشان يقتل هدفه والأسلت هو الشخص اللي يستخدم القوة ولا سحة متفجرة في القضاء العداء وآخر خيار معنا هو الكرافت هو اللي يخليك تصنع عدوات مختلفة مثل أدوية وغيرها من موارد مثل نوعه تلقاها في كل مكان في اللعبة بعد ما تخلص من التجهيزات في الكامب تقدر تختار الوقت اللي يحب تترك الكامب مثلا تبي تترك المخيب في الليل أو تتركه في النهار في الليل بيكون مكان ظلمة طبعا عدائك مرح يشوفونك لكن أنت مرح تينجيك تشوف كل شي وفي لطن النهار عدائك بيشوفونك لكن أنت بتقدر تشوف المكان كله فأنت حسب المهمة اللي تبي تسويها إيش تبي تبي الصباح أو الليل والآن بعد ما جهز نفسنا رح نطلق المهمتنا الأساسية الأولى وهي إنقاذ رهينة أول موصلنا للمكان بحكمي أنا القناص رح تسلقت على حجر كبير هو جهز نفسي وشفت أن أكثر شي بزعج أفراد فريقي هو اللي عنده علامة صاروخ صغير فوق راسه مثل ما تشوفون وهذا العلامة تدل على إيش نوع عدو هل بيكون قناص هل بيكون عنده مثلا قنابل هل بيكون صواريخ طبعا هذا عنده قادر صواريخ نتفت من بعيد من أول ضربة وبعدها تلفت علي بعدها ونتفت من أول طلقة بعد وبعدها طلعت باللي معاي وهيط شوي عليهم من حقي والهياط لكن ما استمر لأن لما طلقت على قاذف الصوريخ الثاني صادوني وهجم علي الأعداء وجلدوني وقتلوني بعد لما رجعت سويت ريسبون طبعا اضطريتني أتسلل داخل معسكر وبعدها لقيت شبك قدامي رحت عندها وكتشفتني أقدر أضط إكس وأقدر أشق الشبك أو أقصه خنقول وإذا كان معي واحد ثاني في الفريق جنبي يقدر يدخل معاي ويتسلل طبعا مو يشبك في اللعبة ثقر شقة فقط الشبك اللي يعني يجي عندهم إكس ولما وصلت لأخوياي لقيت مفجر دبابة تمشي وحوش أبطالهم وبعدين قلت لهم تذكروا لما أنا نتفت اثنين من طلقة واحدة عشان أذكرهم بأمجادي قبل ربا ساعة طبعا ما عطاني وجه وكملوا طريقهم ووصلنا للدكتورة اللي هي الرهينة وصار في مقطع سينمائي مقدروا ليكم إياه لكن اللي صار فيه بكل بساطة إنه كان في ممثل The Walking Dead المشهور مع فرقة يتكلمون وهو طبعا قائد مجموعة الولف اللي هو القوست الخائن وبعدها هجموا علينا وكان لازم علينا نفخ قنابل في المكان هذا عشان نهرب وطبعا أنا كنت آخر واحد قدرت أوصل لليهلكوبتر لأني ضيعت الطريق كالعادة بس لما وصلت هناك المطور اللعبة قالي لف ورا وطالع وستمتع في المنظر أنا ويوم جزرت كذا وصلت طلعت ورا لقيت أن المكان كله قاعد ينفجر فكان شيء جدا رهيب ولوما جئي نركب الهلكوبتر جيتها بركب مسكت الرهين ونزلتها وشلتها قال لي مطور لعبة ورايح قلت للمدين أنا بركب الهلكوبتر ضغطت بالعكس فكتني نضغط ايكس عند المكان ويرقيني طلع لا لازم رح جاد ثاني ووضعت طبعا فيه أربع ماكن في الهلكوبتر تقدر تكون أي مكان فيه تقدر بعد المكان لجنب السواق اللي تستخدم السلاح والطلقات وتطلق عليه وبعد ينركم الهلكوبتر وطلعنا من هذا المكان وانتهت المهمة طبعا هذه كانت نبضة قصيرة عن اللعبة والمهمات اللي قدام وأيضا جتنا مهمة لازم ندمر أهلي ضخم جدا اسم البهيمة اضطرينا نستخدم قاذفات صواريخ مصغرة وتعاوننا وانتشرنا في كل مكان حوله ودورنا بعد فترة طوال معانا يعني اند جيم ضخم في اللعبة وأيضا مهمات ريت اللي يخليك تسوي مع ناس كثير معرف صراحة كم واحد ما وضحوا ان ريت كم واحدة بيكون واش فكرته لكن اللي عرفوا اننا فيها ريت في اللعبة وهذا كانت استعراضنا لأخي قلت تجربتي في إثري للعبة غوست ريكون بريك بوينت كما معكم في هذا الشيحة ياتكم العافية مع السلام